قطة عمل جديدة لحماية الاتحاد الأوروبي من الإرهاب المفوضية الأوروبية تعلن عن تخصيص حوالي 120 مليون يورو لحماية الأماكن العامة في مدن الاتحاد بالإضافة لإحداث شبكة خبراء أوروبي لتقاسم الخبرات في المجال الأمني خطة العمل هذه تشمل أيضا تعزيز التعاون مع بلدان أخرى عبر توقيع اتفاقيات في مجال مكافحة الإرهاب خصوصا مع تنامي الحركات الإرهابية وعملياتها الانتحارية داخل أوروبا وخارجها إن تحسين التعاون مع الدول الجارة والشركة أمر ضروري لمكافحة الإرهاب ولهذا سيكون هناك عمل على إنجاز اتفاقية قوية لتعزيز التعاون مع عدة دول منها المغرب والجزائر وتونس ومصر بالإضافة إلى إسرائيل ولبنان والأردن وتركيا وقد خلق قانون مكافحة الإرهاب جدلا كبيرا في الأوساط الفرنسية لكنه أصبح سريا مفعول بشكل نهائي بعد اعتماده من طرف مجلس الشيوخ بعد مجلس النواب وتزمن التصويت النهائي على مشروع قانون الإرهاب مع خطة عمل المفوض الأوروبية في بروكسل وخطاب ماكرون في باريس حول السياسات الأمنية والجهود المستقبلية لدعم قوات الشرطة والاستخبارات منذ مطلع العام تم إحباط 13 مخططا إرهابيا من طرف جهاز الاستخبارات والدرك ووحدات الشرطة القدائية وذلك نظرا لظروف عملهم الإنسانية المناسبة وهكذا تمكنوا من إنقاذ حياة العشرات بل المئات وكانت شوارع أوروبا قد شهدت اعتداءات إرهابية نودت بحياة مئات الأبرياء في السنوات الأخيرة اعتداءات تزايدت معها الدعوات إلى حماية الناس من خطر الإرهاب وانتفضت معها أوروبا باحثة عن استراتيجيات تقطع الطريق على الإرهاب والفكر المتطرف